المثال رقم اثنين محرك ثنائي الاشواط لاحظ هنا قبل شوية كان اثنين في ستين هسه راح نكتب فقط فقط الهنان ولو يريد يريد بالقدرة الحصانية محرك ثنائي الاشواط ذو اسطوانة واحدة قطرها ستعاش طول الشوت ال يساوي ثمنتعاش سرعة دورانية الف وخمسمية اللي هي ان احسب الضغط المتوسط البياني اي ام بي اذا كانت القدرة الحصانية ثمانين نجي اول اول ما نكتب نكتب المعطيات والمطلوب اجي هنانا قام بايجاد مساحة الاشطوانة اللي هو القطر منطينية قسمة عالمية اللي اريد يحولها الى المتر فبعدين النسبة الثابتة على اربعة طبعا هاي مين جاية هاي مين جاية الاربعة هو المساحة الدائرة تساوي نصف مساحة الدائرة نصف القطر تربية في النسبة الثابتة اللي هي باي اجي اسوى هاي الاثنين اذا ربعناها اصير اربعة باي على اربعة في دي تربية هذا شون صارت الاربعة طلعنا الحجم اللي هو المساحة الدائرة في طول الشوط يعني هذا الحجم هذا طول الشوط منطينية جاية 18 اجي بس حول بس حول السنتيمتر الى متر لان المتر بميت مليم 18 عالمية طلعنا الحجم هنا اجي عوض الاي بي منطينية جاية منطينية 80 اذا المجهول عندي فقط الضغط المتوسط البياني الحجم طلعنا الان منطينية 1500 وعدد الاستوانات واحد لان هو شكايل تنائل اشواض واستوانة واحدة زين اجي فقط عوض هذا موجود والبقية بقية الاجزاء بما انه هو شكايل قايل القدرة الحصانية فنستخدم القانون ما للقدرة الحصانية هذا مين جبنا القانون هذا مين جبنا نرجع الى هاي الصفحة الى صفحة موجودة بها لستة القوانين اللي اخذناها قبل اكثر هذا هذا القانون في حالة المحركات ثنائية الاشواط هذا اذا نرجع على القانون باوع هذا النفس مستخدم مزين ثنائي الاشواط لاحظ اذا نستخدم هذا القانون هذا رقم تحفظه عملية طرفين بوسطين هاي الاثمانين هاي الاثمانين تنضرب في اربعة واربعين الف سبعمية وستين وهذا الاي ام بي وكذا في او بوينت او اربعة في الف ونص في واحد تجي بها الطرف ثم يتم التقسيم اذا اكو سؤال اسأل اكتب ملاحظتك واسأل ترجمة نانسي قنقر